بسم الله الرحمن الرحيم وأبيه نستعين اليوم نستكمل تطبيقات الانيرجي اكويشن وشوفنا اجزة فلو ميجرمنت وآخر حتكلمنا عليها اليوم نستكمل الكلام ونشوف الجهاز الثاني يستخدم في قياس معدل السريان اللي هو الأورفس ميتر والأورفس ميتر عبره عن جهاز زي الحلقة حلقي صغير بيركب في السايد بتاع التانك زي الحلقة قدامنا او منك يركب في اسفل التانك او منك يركب عند الفلانشات بتاع البايب والهدف من استخدام الأورفس ميتر هو قياس معدل السريان خلال السيستم نتكلم عليه الي بيحتوى بالضبط للسريان عندنا انه عندي لما بركب الأورفس بالشكل ده بيحصل للستريم لاين لو انا عندي الأورفس بالشكل ده بيحصل له عملية خنق بسيطة للجت اللي طالع من السريان بنجي نلاقي انه علشان احدد معدل السريان بابتلي اطبق معدلة البرنولي اكويشن ومعادلة الكونتينيوتي اكويشن فتطبيب معدلة البرنولي اكويشن زي بقلنا منحدد الديتن فاحنا بناخد الديتن بتاعنا عند الاكسس بتاع الأورفس زي ما نقسم قدامنا انا هنا بسمي ده كونستنت هيد تانك يعني المستوى بتاعي ما بتغيرش عن اتش بحيث انه ولو بيقل او بيزيد انا بتحكم فيه عن طريق اضافة سريان او عن طريق اوفرفلو فالف بحيث بسمي ده كونستنت هيد تانك بابتدى اطبق برنولي اكويشن وعندي السريان مثالي يبقى بي 1 على جاما 8 زي بي 1 تقريبية على 2 ج زي 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 1 بس هو بي 2 على جاما 8 زي بي 2 تقريبية على 2 ج زي زي 2 وببتدى حط الكونديشن بتاعتنا الو بي 1 بسفر الو بي 2 هو السريان يعني بي آتونسفير بسفر بي سكوير بسفر الزد 1 هي المسافة المقاصة من الديتن لحد النقطة اللي بتكلمها فبتساوي اتش بيساوي ده خارج على الاتموسفيري يبقى V2 بصفر V2 تربيعي ليه V زائد صفر يطلع عندي أن V theoretical جزر 2GH ال V actual بتساوي CV في جزر 2GH بيظهر لأول معامل مهم عندي اللي هو CV coefficient of velocity وده عبارة عن الرشو بين ال actual velocity على ال theoretical velocity ال coefficient المهم التاني اللي هو ال coefficient of contraction اللي هو CC وزي ما قلنا لو انا عندي ده A بتاعت النوزل ده AC يبقى النسبة بين AC على A بسميها coefficient of contraction انا عندي volume flow rate الكيو بتساوي FV يبقى الكيو سوريتك العبارة عن A في جزر 2GH الكيو actual عبارة عن CD في جزر 2GH وهنا بيظهر لي المعامل الثالث اللي بيميزه الأورفس اللي هو ال coefficient of discharge CD وهو عبارة عن CD Q-actual على Q-theoretical لما بعوض ال Q-actual عبارة عن V-actual في A-actual على V-theoretical في A بتاعت الأورفس عندنا يطلع عندي ان CD بتساوي CV في CC يبقى شوفنا يعني coefficient of velocity يعني coefficient of discharge يعني coefficient of contraction وشوفنا العلاقة بينه ممكن أحدد ال coefficient of velocity C باستقدام Trajectory Pass Method أقدر أحدد CV عن طريق تحليل الباس تاعة جيت للكوضنس X و Y إحنا عندنا X بتساوي V-actual في ال-time يبقى CV بتساوي جزر 2GH بشيء لو أحط بدلنا في ال-time T ال-Y نصف G-T سكور من قوانيوتن الحرجة بقدر أطلع هنا قيمة T بعوض يطلع عندي في نهاية CV بتساوي X على 2 جزر Y-H يبقى إحنا لو أخدنا أي نقطة على الباس وحللناها إلى X و Y X مسافة من الأورفس لحد النقطة اللي بتكلم عليها ولو هي الارتفاع بقدر أحدد قيمة CV باستخدام طريقة Traged Tree Method طبعاً زي ما شفنا جهاز الأورفس ميتر من الأجهزة اللي باستخدمها سواء في التجربة من العملية أو في الشركات لقياس معدل السريان يبقى إحنا شفنا الفنشوري ميتر وشفنا الأورفس ميتر لقياس معدل السريان كأحد تطبيقات معادلة برنولي إكويشن ونلقاكم محاضر القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر